مساءكم بطعم نون النس ومشاهدين ونشطنا اخبارية جديدة من كيف تختفي بتنشأ طبعا المرأة تعتبر دعامة أساسية لتنمية ووسط أجواء يطغى عليها التفاؤل وتشاؤم في ذات الوقت تحتفل المرأة المغربية على غرار كل نساء العالم بعيدها العالمي الذي يصادف ثامن من مارس من كل سنة بطعم جائحة كورونا هذا العام فيما تتعالى الأصوات للإستجابة إلى مطالبها الاقتصادية والاجتماعية وحتى التشرعية نشوى البقالي وتفاصيلها الثامن مارس من كل عام تحتفل نساء العالم بيومهن الأممي وهذه المرة يمر هذا اليوم بصمت وتفاؤل حذر فرضته جائحة فيروس كورونا من جهة ومن جهة أخرى الواقع الذي تعيشه المرأة المغربية الثامن مارس إذن هو مناسبة للاحتفاء بالمرأة وإنجازاتها التاريخية وتسليط الضوء على الكفاح الدؤوب الذي خاضته المرأة للدفاع عن حقوقها المرأة المغربية تمكنت عبر محطات مختلفة من تحقيق تقدم وإنجازات مهمة مكنتها من الوصول إلى ما كانت مشرقة بفضل جهودها وكفاحها وطموحاتها لتقلد مواقع الريادة وفرض حضورها في المجتمع المدني والسياسي وبالخصوص داخل الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتقاليد المتحجرة التي تعيق مسيرتها إذن يحق لكل إمرأة مغربية أن تفخر بما تمكنت من الوصول إليه وناضلت لأجله فحصلت عليه من حقوق سياسية عبر مختلف المراحل التاريخية وسهمت في الإنتاج مساهمة فعالة وفتحت أمامها أبوابا لم تفتح بالأمس وولجت كل الميادين التي تتناسب مع إمكانيتها واختصاصاتها مما مكنها من انتزاع مكاسب لائقة بكرامتها كإمرأة سواء داخل الوطن أو خارجه قضية تمكين المرأة المغربية من الوصول إلى مواقع صنع القرار تعد من أهم التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن ومستقبلا وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشرا دقيقا على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة وعلى تغيير الصورة النمطية للمرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة وبطريقة ديمقراطية تتناسب مع مسلتها العملية وتأهيلها العلمي وحضرها الفعال في المشهد السياسي ومقدمة من تضحيات بجانب الرجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر